اهلا ومرحبا بكم عزيزة المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن تقرير والتقارير ما شاء الله كثير عن العراق عن تقرير لمحد السلام العالمي المقرة في استراليا في سيدني وعن مستوى السلام في العالم وأن العراق في المرتبة 159 بين 163 دولة خارج تصنيفات السلام اليوم سنتحدث عن تقرير آخر يتحدث عن الدول الأكثر غلاءة في العالم مع الأسف الشديد هذا العراق يعني مثل ما يقول أهلا أبو الخيرات اللي شعب يعني يقف على قطعة أرض هي من أغنى أغنى قطعة أرض في العالم تحوي على 11% من احتياط النفط العالمي تحوي على 9% من الفوسفوات العالمي تحوي على موارد اقتصادية ثمينة جدا كثيرة وعديدة هذه كلها لكن الشعب هو الأفقر الإحصائية العراق بالمرتبة 110 عالميا من بين أكثر الدول فقرا في عام 2020 بين 194 دولة العراق بالمرتبة 110 الله أكبر هذا البلد بكل هذه الخيرات بكل هذه الثروات بكل هذه الموازنات المليارية الآن أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار عائدات النفط منذ عام 2003 إلى حد الآن والعراق بالمرتبة 110 من بين الدول الأكثر فقرا في العالم نعم هو من بين الدول الأكثر فسادا في العالم الدول الخمسة الأكثر فسادا في العالم وهو من بين الدول الأكثر فقرا من المرتبة 110 عالميا يعني من اللي وراه دول في أفريقيا مسحوقة لا تسمى دول دول يعني جزافة تسمى دول ليس لديها موارد ليس لديها حياة معدومة بعيدة عن كل التطور وهو بالتالي هذا العراق اللي عمق التاريخي والحضاري 10.000 و12.000 سنة في عمق الحضارة بهذا الوضع طبعا العراق بالدول الأغلى في العالم بالمرتبة 111 عالميا و13 عربيا ضمن قائمة الدول الأغلى معيشة طبعا استطلاعات كثيرة منها استطلاعات مرسر اللي هي يعني واحدة من المؤسسات الكبيرة اللي التعنى بالموارد البشرية أيضا تقدم مثل هذه التقارير وهذه تعتمد على طبعا يقيسون هذه تعتمد على تكلفة المعيشة اعتمادا على تقديرات سلة المستهلك يعني ماذا يأكل ماذا يشرب ماذا يلبس كيف يهد هاي كلها الموارد يعني سلة المستهلك موارد البقالة السلاع اضافة لأثمان الماء والكهرباء وخدمات الصحة وخدمات النقل يحتسبون القوة الشرائية أيضا لسكان هذه البلدان فبالتالي العراق من بين الدول الأكثر غلاء وجاءت الكورونا والبطالة زادت أضعاف وهي أضعاف مضاعفة يعني الآن لدينا اتحاد النقابات العمال يقول 15 مليون عاطل عن العمل تحدث عن 15 مليون عاطل عن العمل لدينا 12 مليون عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابل العراق بالمرتبة 110 من بين الدول الأكثر فقرا في العالم شعبهم مو هو البلد البلد غني جدا من بين الخمس بلدان الأكثر غناء في العالم لكن الشعبه من بين أكثر شعوب الدنيا فقرا طيب من السبب من المسؤول أليست هذه الحكومات من 18 سنة لحد الآن دعك من نظام سابق ونظام لاحق وهذه كذبة كبيرة دعونا منها يكفي سمعناها هذا الاصطوان المشروخ إلى أن ملت الناس منها وما عادت تتقبلها الآن الناس تبحث عن المنجز الآن يتصارعون عن انتخابات واحد يكسر الظهر يقول أكسر ظهر وواحد يقول ما عرف شينه واحد يقول سنفعل وهذه السوفة وهذه الكذبة عادت هذه الاصطوانة من جديد وليس لهم عقول ويعتقدون أن الشعب مغيب ويستطيعون خداع ويستطيعون الكذب عليه وأن الشعب سيصدق كذبهم هذه قضية أخرى يعني لا يمكن الآن كيف حسبوه هذا الغلاء العراق أكثر غلاء حسبو السكن تكاليف السكن حسبوه الملابس يحتاج سيارات التنقل الأجرة المرافق الخدمية يعني تطبيب مستشفيات عيادات أدوية حسبوه الكهرباء حسبوه الماء حسبو المواد الغذائية أسعارها حسبوه القوة الشرائية والقدرة الشرائية وبالتالي توصلوا إلى أن الشعب العراق شعب فقير مسكين يعني أكثر من 85% من الشعب العراقي يصنف على أنهم فقراء 15% أقل من 15% هي هذه الطبق أقل من 15% هذه كذبة كبيرة ربما أكثر من 95% من العراقين أم الفقراء 5% هؤلاء الذين يحكموا للعراق هذه أحزاب وميليشيات وحرامية وعصابات هذه اللي عايشة على أموال العراقيين وتسرق أموالهم وبالتالي تتحكم في كل شيء بالتالي قبل فترة خفضوا الدينار العراقي مقابل الدولار وقلت يعني قدرة المواطن على الشراء الفقر زاد البطالة زادت قابلية المواطن على شراء مواد غذائية وغيرها غير قادر على ذلك قبل أيام يعني الحكومة تبشر ووزارة التجارة تبشر العراقيين بأن الفاصولية البيضاء قد وصلت وسيلة توزيعها في بداية من 1 تموز أولها هذه الفاصولية البيضاء كل أهل العراقي يعرفون أنها أكل أكل شتوية لا يستطيعون أكلها في الفلشتاء لأنها مؤذية للمعدة وبالتالي قدرة تبطل العراقيين وشني هاي البطاقة التموينية اللي كنتم تتحدثون على ميت ميت فقرة بالبطاقة التموينية وكنتم تتقدون النظام السابق وغيره على البطاقة التموينية وقلتم أننا سنأتي بطاقة تموينية تدهش الناس وإذا بالبطاقة التموينية معدومة والفقراء يزدادون فقرا والجهل يزداد جهلا وتتسع مساحة الفقراء والبطالة والمرض والجهل والأمية والأذى والخراب هذا هو نتاج هذه الحكومات التي جاءت 18 سنة لحد الآن التحدث بالديمقراطية والحرية والازدهار وسماع الرأي والرأي الآخر وهذه الكذبة الكبيرة مع الأسف الشديد الشعب العراقي في محنة كبيرة الحقيقة والمحنة لا تتهي إلا بزوال أسبابها وأسبابها تتعلق بالعملية السياسية وكل أحزابها وكل قوىها وكل ميليشياتها لم تذهب هذه لم يكتب للعراق النجاة مع الأسف الشديد والشعب العراقي كفيل بإزالة كل هؤلاء لأنه لا يمكن أن يستحمل بقاء في الأسر وبقاء يعاني الوجع والضيق والضيم وهؤلاء يتمتعون بأمواله ويسرقونه ويسرقونها ويتمتعون بها ويقذبون عليه هذا واقع الحال هذا واقع العراق كل الاستطلاعات تؤكد أن العراق ذاهب إلى الحضير ذاهب إلى قاعر الهاوية مع الأسف الشديد والسبب هذه الطبقة السياسية التي تحكم العراق باسم الطائفية وباسم المحاصصات الطائفية وباسم البنشيات وبالسلاح المنفلت وبالأذى والكذب والادعاة وبالاتكاء على الخارج والاتكاء على إيران مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة انتهى ترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة